اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان ما تحقق من انجازات متواصلة في كافة المجالات والمسارات عبر مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية والرؤية للثاقبة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واشاد معالي رئيس مجلس النواب الرعاية الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم ايده الله لتحسين معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط واستمرار تحقيق اهداف الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي الذي يعزز من خلق الفرص النوعية للمواطنين مشيرا معاليه لان التوافقات التي تمت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع الميزانية العامة قد انبثقت من التطلعات الملكية السامية ومن خلال التعاون البناء والعمل المثمر والاجتماعات المستمرة التي شهدت سعي الجميع من اجل تحقيق كل ما فيه الخير والنماء للوطن والمواطنين ودعم خطة التعافي الاقتصادي والتوازن المالي